موسيقى الكل يعلم أننا شباب سلميون خرجنا من أجل حقوق شرعية للمطالبة بوطن خال من الفساد وأيضا تم رفع الخيام بساحة الحبوبي بناء على اتفاق مع خلية الأزمة ولكن ما يبعث على العجب هو الاعتقالات المستمرة للمتظاهرين السلميين بتهم كيدية وكان آخرها اعتقال المتظاهر السلمي عباس خلف والمتظاهر السلمي ضياء الغزي وقد يستمر هذا المسلسل لذا نحذر كمتظاهري قضاء الإصلاح ومواطنيها للإستمرار على هذا النهج على شبابنا السلميين وبذلك وبذلك نمهل الجهات المختصة التي يعرفها جميع نمهل الجهات المختصة خلال هذه الأيام للإفراج عنهم وخلال ذلك سوف تكون لنا وقفة أخرى ومن الطرق السلمية التي كفلها الدستور العراقي الرحمة والخلود لشهدائنا والحرية لجميع المعتقلين والمغيبين متظاهري قضاء الإصلاح عاش العراق عاش العراق عاش العراق عاش العراق عاش العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا اليوم نتكلم عن عيد الجيش العراقي الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي عام 1921 اليوم تحل هذه الذكرى ونتحدث عن جيش الماضي وجيش الحاضر جيش قبل الاحتلال وجيش ما بعد الاحتلال كيف تغيرت هذه المؤسسة العسكرية؟ كيف تغير الجيش بعد الاحتلال؟ ما هو الدور الذي يقوم به اليوم الجيش في العراق؟ هل هذا الجيش اليوم اللي موجود بالعراق اللي تحتفي به السلطة هو الجيش نفسه اللي كان يدافع عن الأرض العراقية اللي كان يحمي العراق من الدخلاء من الإرهابيين من الذين يحاولون أن يكسروا السيادة ويتجاوزوا عليها ويحاولوا التجاوز على هيبة وسلطة الدولة؟ هل هذا نفس الجيش اللي كان يحمي المواطن العراقي الامرأة العراقية الشيخ العراقي الرجل العراقي الطفل العراقي من كل الأخطار المحيطة به؟ شلون تشوفون دور الجيش العراقي اليوم؟ أو الجيش اللي بالعراق اليوم؟ بعد أن تم حل الجيش العراقي السابق في 2003 على يد الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع زعماء الأحزاب والميليشيات اللي موجودين اليوم بالحكم في العراق شلون تشوفون الجيش اللي تم تأسيسه على يد الاحتلال وعلى يد أحزاب وميليشيات السلطة اليوم هل ترونه جيشاً وطنياً فعلاً؟ هل هذا الجيش يملك عقيدة؟ هل هذا الجيش مخصص أو أسس وفق العراف والتقاليد المتبعة في كافة دول العالم بالنسبة للمؤسسات العسكرية الرصينة؟ طيب ليش شفنا هذا الجيش انكسر تحت أقل الأسباب مثل الهزيمة اللي صارت بالموصل أو هزيمتها أمام داعش بالأنبار من تركه والحدود مفتوحة ودخل هذا التنظيم أو الإهانات اللي تعرض لها يومياً عن طريق ميليشيات الحشد وغيرها من الميليشيات اللي موجودة بالعراق اللي تتجاوز على أعلى سلطة عسكرية موجودة في العراق شلون تشوفون حال الجيش العراقي أو المؤسسة العسكرية في ذكراها المئوية؟ واليوم نشوف الميليشيات نفسها اللي تتطاول على الدولة وعلى سيادة الدولة وعلى المؤسسة العسكرية اليوم تمدح بهذا الجيش وتقول بأنه تحيي هذا الجيش طبعاً بمناسبة الذكرا المئوية وتطالب يحاصر السلاح بيد الدولة بيد الدولة عفوا شلون تشوفون دور هذا الجيش بالتعامل مع الخارجين عن القانون؟ من ميليشيات من تجار مخدرات من تجار بشر موجودين بالعراق من مجرمين من فاسدين من دخلاء على العراق إيرانيين وغيرهم؟ شلون شفتوا تعامل مع كل هذه الأحداث اللي جرت وتجري من 2003 ولغاية اليوم طبعاً هيئة علماء المسلمين في العراق خرجت ببيان بالمناسبة الذكرا المئوية لتأسيس الجيش العراقي قالت إن الجيش العراقي لم تقتصر مهمها على الدفاع عن حدود البلاد وأمنها فحسب بل ساهم في المحافظة على استقلال العراق وسيادته في وجه المؤامرات والاضطرابات الداخلية على اختلاف أنواعها ومصادرها ودوافعها منذ تأسيسه عام 1921 تقول الهيئة في الذكرة المئوية لتأسيسها لتأسيس المؤسسة العسكرية أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن مؤسسة الجيش العريقة بعقيدتها القتالية الوطنية استهدفت مرات عديدة بعد أن أصبح لها أثرها المشرق في المحيطين العربي والإسلامي وتقديم أبنائها التضحيات في حرب فلسطين عام 1948 والتصدي للعصابات الصهيونية ببسالة ودفاعه عن أراضي الدول العربية التي ما زال بعضها يحتضن رفاة شهدائه تابعة الهيئة أن الفرصة سنحت للعداء البعيدين والقريبين بعد غزو العراق واحتلاله بعد عام 2003 لاستهداف الجيش والثأري من دفاعه المجيد عن العراق في الحرب المفروضة عليه من إيران ليصدر قرار من الإدارة الأمريكية بحله واستبداله بميليشيات موالية لإيران بحجج واهية ومسوغات باطلة قسمت ظهر العراق وما زال كذلك إلى اليوم ذكرت هيئة علماء المسلمين أن جريمة تغييب الجيش العراقي المعدة سابقا كان لها أثر تعدى العراق إلى محيطه الذي يعاني من آثار غياب الجيش في مقابل استفحال الخطر الإيراني المهدد لأمن المنطقة ككل عن طريق أذرعه السياسية والميليشيوية المساندة للاحتلال الأمريكي في العراق والمهيمن على قرار عدد من الدول العربية ومقدراتها أكدت الهيئة أن قيام جيش وطني قوي يدين بالولاء لدينه ووطنه وأمته ويحرص على أرض العراق وشعبه وثرواته ويعمل من أجل استقلاله وسيادته هو أحد شروط نهضة العراق من واقعه المرير أنتو كمواطنين عراقيين هل ترون أن الجيش الحالي يتمتع بالشروط الوطنية التي تجعل الشعب العراقي يلتف حوله ويدافع عن هذا الجيش ويحميه من أي أخطار تواجهه كما المفروض بالجيش أن يحمي المواطنين ليشفنا حالات كثيرة ظهرت بها القوات الحكومية على رأسها الجيش وهي تعتدي على الناس الأبرياء من متظاهرين من نازحيين من مهجرين من عراقيين أبرياء خرجوا ربما ليطالبوا بحق مشروع أو تعرضوا إلى مظلمة من الميليشيات ففاقمت القوات الحكومية من معاناتهم هل جيش اليوم يقف مع المواطن العراقي أم يقف مع السلطة؟ من معنا؟ السيد أبو طاها من بغداد تفضل السلام عليكم السيد محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله هنا الجيش العراقي الباصل هذا الجيش الي هزل العالم كله نعم نهنيهم في الذكرى المية نعم السيد محمد بالنسبة لهذا الجيش الحالي نعم ما يجي يعني خطر البحر إذاك الجيش السابق نعم لا الجيش السابق كان يدافع عن الوطن وعن أرض الوطن وعن سماء الوطن نعم وعن المواطنين وحرار العراق عكس هذا الجيش السابق اللي قاعد يقتل بالعالم ويهجر بالعالم هذا الجيش نعم مو جيش العراق اللي نعرفه احنا وتعرفه كل الدول نعم جيش العراق سنقل على صولات وجولات نعم مو هذا الجيش الحالي جيش طائفي جيش ميليشيات نعم من الصنافة هذا الجيش أحسن من الجيش السابق بساس الموجودين هما ما عندهم كل خبرة وكل هطلعات على العسكرية ليش يا ابو طاه برأيك ليش يا ابو طاه وصل الجيش اليوم الى هذا الحال انه يضرب بيه المثل بالفساد بالانهيار بان هو يحمي النظام السياسي وان هو عبارة عن دمج وميليشيات ليش وصل الى هذا الحال هم السياسيين هم مرادوها هيتي نعم بانه خوفا على اسيادهم بايران مو اسياد العراق احنا الشعب العراقي اسياد الحكومة نعم هم جابوهم الايرانيين يخافون على ايران اذا صار الجيش قوي متل ما كان بالاول يقول خاف بيفوت على ايران هذا القصد السادة محمد نعم وهذا الجيش يعني ما يجع خمسة بالمئة من ذاك الجيش يعني خدمنا بذاك الجيش نعم نعم نطب معارف نعم نعم نعطب حناطقها عوائل نعم حين نقدر العوائل وعم خط النار وحمايتهم موسا يهجرون العالم يهجرون المواطنين النساء واطفال وشيوخ ويقول لك هذا الجيش العراق لحسن من باقي الجيش لا حشاك التوحش السامعين غلطانين غلطانين نسمى اللي قال باقي الجيش اللي قاتل ايران ثمان سنوات يعني احنا كانت الدق السيارة بتجندي اربح ساعات بس بالأراضي الايرانية اما متخبضين من هذا شيء ترى ساد محمد طيب انت قلت انت قلت احنا لما جننا نقاتل بالجيش السابق وخدمنا جننا ننظر الى المواطن العراقي بنظرة احترام نعامل الانسان من مبدأ الانسانية وبالنهاية احنا قوة تحميه ليش تغير الدور اليوم واللي نشوفه مثل ماذا تتفضل الجيش الموجود حاليا ومو بس الجيش كل القوات الامنية الموجودة بالعراق اليوم على رأس هالجيش تتعدى على المواطن على حقوق المواطن على املاكه على حريته هجرة تعتقله بدون مذكرات قضائية يتعرض بسجونها ومعتادة اتقلاتها لأسوأ أنواع التعذيب ليش المواطن اليوم مستهدف وهم يرفعون شعار حماة الوطن نعم والله استاذ محمد لا حماة الوطن ولا عبد هذا الجيش بس مجرد يحميز استاذ العراقيين نعم بس عنده استعداد ان يدمر كل الشعب العراقي بس يبقون السيادة الايرانيين والاستاذ الموجودين يبقونهم بخير نعم حسنا ما يقتل الشعب العراقي كله وما تنهذرهم الشعرة بأنه جيش مو عراقي نص الجيش استاذ ليه موجود ميليشيات ايرانية نعم وقادتهم ايرانيين نعم وكل هذا عرف المواطن العراقي وشعب العراقي شعب واعي متقف ويفتهم يعني عرف على على عيبهم كلها من 2003 لحد الآن عرف دول السياسيين فيردون طيب علي من جايين جايين لتدمير العراق دمروا الجيش في 2003 وجوه السعادة كل جيش ميليشيات وطائفي وإيراني علينا سؤالي طب أنه ايراني يقود الجيش قادت نحن ونراحوا قادت نحن كانوا يجلون يقاحز نعم سيد سيد ابو طاها أنا أشكرا جزيلا وسطت فكرتك شكرا جزيلا للمشاركة سيد ابو طاها من بغداد أدنا رسالة من السيد ابو عمار من السويد يقول السلام عليكم أستاذ محمد الجيش السابق كان جيشا يحمل عراق وشعبه الآن الجيش كل دمج ميليشيات وهؤلاء ولائهم للمرجعية والأحزاب مع تحياتي شكرا سيد ابو عمار من السويد ادنا رسالة أخرى يقول أحد المشاركين السلام عليكم أستاذ محمد هذا ليس جيشا إنما هو ميليشيات ومرتزقة وقتله الجيش السابق هو جيش العراق جيش يدافع عن أرض الوطن والجيش الحالي ليس بجيش إنما مرتزقة طبعا اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي هنأت ضباط الجيش العراقي ومنتسبيها الحقيقيين وهذه نحط جواها مليار خط بالعيد المئوي لتأسيسه أكدت لجنة الميثاق الوطني العراقي أن الجيش العراقي أن الجيش العراقي تاريخ حافل بالمنجزات في معارك البطولة على المستوى الوطني والعربي لا سيما أنه أسس على العقيدة وطنية ومهنية راسخة هدفها الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين أشار الميثاق إلى أن الاحتلال الأمريكي ارتكب خطأا كارثيا بحل الجيش العراقي واستبداله بالميليشيات الطائفية المجرمة وهو يقف الآن عاجزا عن حماية الشعب العراقي من اعتداءات الميليشيات عليه مؤكدة أن الحل هو بإعادة هيكلة الجيش العراقي على أسس وطنية مهنية وإخراج ضباط الدمج والميليشيات منه هذه أيضا رسالة توجه إلى من يسعون إلى دمج أو ضم الميليشيات الموجودة في العراق ضمن المؤسسة العسكرية لكي تشرعن مثل الميليشيات الحشد وغيرها بعد أن قننت هذه الميليشيات تسعى أحزاب السلطة حتى يكون مثلا حل بديل مثلا أن تدخل هذه الميليشيات إلى المؤسسة العسكرية وكأن المؤسسة العسكرية بالعراق بعد الاحتلال ما بها ميليشيات ولا ضباط دمج ولا ضباط لهم ولاءات حزبية وطائفية حتى يجيبونهم مزيد من الميليشيات ذات الولاء لأحزابها وقياداتها الطائفية اليوم عندنا مؤسسة عسكرية مخترقة تابعنا وحضراتكم تابعتم أكيد التسجيل المسرب وهو مثال بسيط بالوقت القريب اللي هدد بقيادي بميليشي الحشد ضابط برتبة عميد في محافظة الأنبار دي يوصل عن طريقة رسالة إلى قيادة الأعلى اللي هو قائد شرطة أو قائد عمليات الأنبار بأنه إذا أزلت صورة الإرهابي أبو مهدي المهندس من الشوارع حنقطع عيدة من المرفق هذه لغة تهديد صريحة وواضحة كانت من ميليشياوي لشخص يعني محسوب على القيادة العسكرية أو على المؤسسة العسكرية العراقية فإلى هذه الدرجة وإلى هذا الحال وصل الوضع بالمؤسسة العسكرية العراقية أن تتعرض إلى الإهانة والإذلال المستمرين من قبل الميليشيات والأحزاب وأن قيادة تابعة لحزب فلاني تستطيع أن تحرك القطعات وفق ما يريد هذا الحزب وليس وفق ما تسعى أو تريد القيادة العامة للقوات المسلحة من عدنا السيد أبو أيسر من تركيا تفضل أبو أيسر من تركيا الله يساعدك أستاذ حياك الله أهلا وسهلا شعورك أستاذ الله يبارك بك حياك أستاذ نحن نقف الجيش السابق هو جيش عراقي بطال وطني ومشكل من كل الفئات العراقية ومن كل الطوائف وكان يدافع عن الوطن بالروح وطنية نعم والجيش اللي يشكل بعد العلفين وثلاثة يشكل قبل الميليشيات وكذا وبعدين من طائفة وحدة يعني إذا إذا ريد نقول تسعة وتسعين بالمية يعني واحد بالمية يمكن يجوز من طوائف أخرى بس كل من طائف أخوان الشيعة فالأحزاب هي بيديها أمور البلد فالقادة العسكريين كلهم هما الأغلبية من طائفة وحدة فدائما يعني وين يروحون يروحون سيد أبو أيسر سيد أبو أيسر حتى الجيش السابق حتى الجيش السابق وحتى نبتعد شوي عن موضوع أنه نشمر الكرة بس أقول حضرتك شغلة حتى الجيش السابق كان فيه قيادات على مستوى عالي وهي تنتمي لطائفة الشيعية وقدمت للبلد ما لم يقدمه بعض من قيادات السنية يعني نحن نتكلم اليوم ليش سارت المؤسسة العسكرية بعد الاحتلال بهذا المستوى من الانحدار إلى أن وصلت أنه هي مثل الميليشيات نعم أستاذ هي قوات الاحتلال نعم هي أول ما شكلت هاي الأفواج والقراق والألوية يعني هي كانت تابعها معها بعلم النظام الإيراني والنظام الإيراني إلى نفوذ بها كان نعم وأمريكا قطت النفوذ للنظام الإيراني أكبر من حجمها يعني والنظام الإيراني تعرف أنت هو حميد يعني حتى كانت بالقيادة يعني لا يوجد الفتنة أنه هذا شيعي وذاك سني وهذا نسيحي وهذا صادئي نعم نحن نتكلم اليوم عن الجيش فقط لأنه الجيش ليس تابعا لأي حكم الجيش العراقي مؤسس عريقة ما لها علاقة لا بحزب البعث ولا باللي قبل ولا باللي بعد نعم الجيش الحالي هم شكلوا على هيت حالة حتى العراق ما يستقر نعم حتى يبقى العراق بدوامة وتبقى الميليشيات هي سيدة الموقف بالعراق والأحزاب هي اللي تحكم ماكو دولة تحكم يعني نعم أنا أشكرك سيد أبو أيسر من تركيا شكرا جزيلا عدنا سيد عبد الرزاق من بابل فضلي عبد الرزاق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شون أستاذ محمد الله يسلمك حياك احنا بهذه المناسبة تقدم بأحرر التعاني والتبريكات إلى كافة أفراد الجيش بصنوفة و القادمة بمناصرة هذه الدكرة الماوية للتأسيس ساعدني مولى عز وجل أن يحفظ العراق والعراقين وجيش العراق نعم أستاذ محمد حبيب جلبي نعم الجيش العراقي قبل 2003 كان الجيش إلى قراره مم والجيش يعني كان كما تقول بعيد عن الميون والاتجاهات نعم هذا هو كان شعار الجيش العراقي الجيش لما تدخل بين يوني والتجارات يأثر على عمله الجيش هو الهدف من الجيش والأساس من الجيش هو حماية الوطن نعم بكافة بكافة اه بكافة قافة الأبناء هذه الوطن بغرمياتهم بمذاهبهم يعني ببياناتهم لما يكون المؤسسة العسكرية متحذبة يعني راح يكون خلل في المنظومة العسكرية فيفترض بالمؤسسة العسكرية الحالية أن تبتعد عن الأحزاب لأن الأحزاب تأثر على عمل الجندي وتأثر على عمل المؤسسة العسكرية فنحن نعرف يعني تاريخ جيشنا المشرف يعني بالـ 48 بالـ 67 إشلون يقدر الجيش يبتعد عن الأحزاب ويكون غير تابع للأحزاب وغير مقاد من الأحزاب وعندك الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة هذا الشعار الطويل العريض وهو ما يقدر يعطي أمر وينفذ من قواته يعني هو فاقد للسيطرة على قواته شلون المفروض ينسحب الجيش ويبتعد عن الأحزاب وتكون وظيفته وظيفة أي جيش معروف بالعالم الدفاع عن الحدود وعن البلد وعن أمنة واستقراره أستاذ هي هناك طمت كبرة جلتك إحنا إذا بقنا بالأحزاب الجيش يعني ما راح شون أنت ما تقول ينخرط عن الأحزاب الأحزاب تبقى مؤثرة عن هذا الجيش فاللي تخلص من هذا التغيير النظام اللي يقود البلد نعم يعني إذا بقت هذه الأحزاب هي اللي تقود البلد لا يبقى الجيش يعني شون متخلص لبيل الأحزاب والميليشيات يعني أنت جاي الشوك اليوم يعني جيش ما عدا سلطة وما عدا سطوة على الميليشيات والسلاح المثلي هذه الجيش العراق هذه الجيش العربرة المذخرة هذه يعني تجي ميليشيات تسيطر على قرارها تسيطر على جهودها هذا ما كان موجود بالجيش العراقي جيش احنا يعني شونك ما تقول نبتخل بطولاته نبتخل بالجازاته يعني لما يصل الجيش العراقي لها المرحلة هذه صراحة عاد كل عراقية نعم يعني ما نتمنى الجيشنا ما نتمنى لهاي المؤسسة الخالدة أن يسألها من خلال هذه الميليشيات والسلاح المثلي والأحزاب نعم نحن نتمنى نتمنى أن جيشنا يرجع التاريخ المجيد وبطولات المشرفة كل العراقية الخاصة والعرب عامل نعم سيد عبد رزاق من بابل أنا أشكرك أشكرك وصلت الفكرة شكرا جزيلا للمشاركة لدينا سيد سعد من الكويت فضل يا سعد حياك الله يا أهلا بيك سلام عليكم يا أستاذ محمد وأريد أسألك بديمقراطية يا أستاذ فضل كم معاش الجندي ساذقا وكم معاش الجندي الحالي في وقتنا الحاضر هل هناك فرق؟ السؤال الثاني يا أستاذ بالنسبة لما لوث البياه والمياه يجب يحاسب من البرلمان والحكومة يعني من لوث البياه والهواء والمياه يا أستاذ والأنهار السؤال السابق اللي كانت سابقا قلت أن مليارات العراق ذهبت للحوثي فهل هذا الصحيح يا أستاذي أرجو الإجابة وشكرا لك شكرا سيد سعد من الكويت نستقبل سيد صباح من بغداد سيد صباح أياك الله صباح من بغداد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بالنسبة لذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسم يعني احنا تاريخ الجيش العراقي حافل بالانجازات والانتصارات من ذكرى تأسيسه لحد الآن نعم يعني المواقف مالتة بالحروب العربية الإقليمية اللي صارت على سوريا وعلى فلسطين ومشارك تبديد الحروب بالـ 68 وغيرها بذلك التاريخ سطر يعني أروع يعني البطولات في ذلك الوقت أما الجيش الحالي بعد 2003 نعم يعني مع الأسف عليه يعني احنا نعرف بيه أن جيش شكل على محاصصة طائفية نعم مه تابعين الأحزاب يعني الأحزاب نصبتهم بهيش مناصب سواء قائد فرقة أو مدير الاستخبارات أو مدير الاستخبارات وأمن أو قبل اتحادية كلهم تابعين الأحزاب هم فالذي يتبع الحزب الضابط اللي يتبع الحزب هذا أكيد راح ينفذ ما يريد من عند الحزب من أجندات خارجية وداخلية. اما الفساد الموجود به يعني مع الاسف هذا التاريخ الجيش العراقي. نعم. يمثلونه هيتش ناس هيتش شخصيات مثل عندنا قادة مع الاسف حتى نذكر اسمائهم. نعم. يعني اصبح جيش العراقي هذا اللي هو حامل حدود. نعم. الان اصبح يعني جهة قمعية. نحن ما نقول الكل بس الاغلبية اللي بيه هم القادات. نعم. يعني ما نقول نعم من المنتسبين اللي رايح على موض راتب. نعم. سواء بالداخلية او بالدفاع اللي يريد يعيش اهلا بشرف. هذا واحد خارج قوس. نعم. ولا نتقبل احنا اه 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 داخل الارهابي يقتلهم. ما يعني هذا شي يعني مرفوض من عزمه. نعم. ما نقبله. نعم. لكن القيادات الولائية والناس اللي تابعين الى ميليشيات. نعم. والناس اللي هسه مخترقين هاي المنظومة العسكرية. نعم. يعني يعني نذول يخونه. نعم. وذولي دمرهم سمعة الجيش العراقي الباسل اللي تاريخه العريق يعني مو بس هاني احجي حليه. نعم. يعني كل العرب والشرفاء يذكرون المواقف للجيش العراقي اللي حاليا هسه يعني نتأسف احنا من نشوف الجيش. نعم. ونشوف الضباطة الدمج ونشوف الفساد. نعم. ونشوف هاي الاسلحة والصفقات العقود اللي برموها واللي صرفهم عليها اكثر من مئة مليار دولار. نعم. يعني الآن جاء الجيش العراق اللي استعراض ما انتا اليوم مع الاسف مهزلة. نعم. مهزلة من الناس الواقفين والعجلات والطيران. هذا الجيش العراق صرفتوا عليها هسه حاليا من هلتين وثلاثة لحد الآن مليارات الدولارات. هيتش يعني هيتش مهزلة يعني لا امكانية لا دبابات لا غيرها لا طيران يعني مقدر على هيتش. نعم. نعم بالطبع. فالقادة الولائيين اللي هم دمرهم هاي السمعة مثلا عدنا عدة اسماء. نعم. عدة اسماء هم مرين نذكرهم. هم ناس يعني عدهم اذا صير حرب هسه العراق وايران. نعرفهم راح يصفون بجنب ايران. ورح يعطوهم معلومات على الجيش العراقي وعلى العراق وغيرها. نعم. يعني هذا وعند فقرة جدا مهمة هي الضباط الدمج. الضباط الدمج احنا نعرفهم تابعين الى احزاب وميليشيات. نعم. اجي على عمره او طا عقيد روكون لواء روكون فريق روكون يعني اعطوهم رتب ما يستحقوها. نعم. ويعني معنى مكفوئين يعني ناس كلهم ميليشيات ودمروها دمروه دمروه العراق. هسه لو فرضين الامن وزارة الدفاع او فرض الامن بعموم العراق يعني يعني بيها وجهة نظر واحنا نعرف ان وزارة الدفاع هي واجبها حماية الحدود وان الوزارة الدفاع للهجمات الخارجية للحروب الخارجية موقت تال داخلي يشارك بي وزارة الدفاع وشفنا احنا المحافظات اللي انتفضت الستة شونق معها هذا الجيش على عيد الفرقة الذهبية اللي مجدون بيها وهي اصبحت اداة بيد المالكي وبيد غيره من حزب الدعوة اداة لتدمير وحدة الغراق ولتدمير امن العراق ولتدمير امن العوائل اللي امنة وحاليا كلهم المخيمات ومناطقهم مدمرة بالكامل مثل الموصل وبيجي والرمادي ومناطق عديدة تم تهجيرها على ايد الجيش وشفنا الخروقات اللي اللي صارت على ايد الجيش العراقي والدبابات اللي داسم بيها اطفال والاسلحة اللي تركوها وعافوها للمجاميع الارهابية استحوذت عليها والجزء الاكبر استحوذ عليها الميليشيات الطاعفية اسمعني استاذ محمد اسمعك وياك اصبح ذول القادرة وصار معبع على العراق بالكامل اكتف وياك بهذا القادر سيد صباح من بغداد اشكرك للمشاركة وصلت فكرتك ويانا سيد عادل من لندن بظل يا عادل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي تحية اجلال واكبر لهذا الجيش العظيم الجيش العراقي الباسل نعم حضرتك سوال حضرتك اليوم هو هل فأكو فرق بين الجيش السابق والجيش الحالي حتى نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف ليش اكو فرق طبعا هو اكو فرق لكن ليش اكو فرق نعم اكو فرق لان الجيش العراقي طبعا الجيش الحقيقي هذا الجيش اذا نتذكر احنا بنغوريون رئيس الاول رئيس وزراء لإسرائيل قال ضمان دولة اسرائيل ان تدمر ثلاث جيوش عربية بالترتيب اولها هو الجيش العراقي وهو ما يهمنا الان اولها الجيش العراقي اذا تدمير الجيش العراقي تدمير هاي المؤسسة العسكرية نعم هو اولوية اسرائيلية ايرانية غربية طبعا امريكية وبريطانية نعم اذا اكو مصلحة اكو مصلحة اكو مصلحة دولية واقليمية في تدمير هذا الجيش هذا الجيش العراقي اللي اول من قاتل بشرف كثير اكو دول قاتلت في فلسطين لكن الجيش الوحيد اللي قاتل بشرف وامانة وانت شهداء هو الجيش العراقي العظيم نعم هذا الجيش اللي حمى سوريا حمى دمشق من السقوط نعم وبعدين حافظ الاسد يروح يدد صواريخ الخمين حتى يضربوا بها بغداد نعم هذا الجيش العراقي العظيم هذا هو لذلك اكو فرق بين الجيش السابق والجيش الحالي الجيش الحالي ماكو شي اسمه جيش عراقي نعم هسا الحاليا عبارة الريز تتكلم بصراعه مع احترامي نعم ويمكن الصراحة مرات مرة ماكو جيش عراقي هذا جيش هو عبارة عن ميليشيات نعم اللي يسموهم بيقاوسين ضباط دمج كنو وضاب الدمج من ايجا هذا نعم كان يبيع فلافل الطهران نعم واجنته رتبة عميد وعميد ركن نعم وضباطه ومراتب وجنود تحت امرته نعم وهو ما يعرف الفياء الجيش نعم ماكو جيش عراقي لو اكو جيش عراقي طيب يعني بهاي النقطة سيد عادل اليوم وزارة الدفاع والحكومة طبعا امرت بترقية الضباط اللي يعني استحقت ترقيتهم بهاي المناسبة طبعا سرعت من الموضوع هل تعتقد انه بالجيش الحالي موجود خاصة في ظل نظام الدمج ونظام الترفيع اللي صار على اساس الواسطات وعلى اساس المعارف والتحزب وغيرها اللي بعضهم صعدة وثلاث رتب مرة واحدة ذولة اش ممكن يقدمون للمؤسسة العسكرية وهم اصلا بدوها بشكل خاطئ صعدة والسلم بشكل خاطئ بلشوا من فوق وما بلشوا بالطريقة النظامية الصحيحة في بناء مؤسسة عسكرية او جيش نظامي وطني مهني صعدوهم من البداية علي قلتك جابوهم من الشوارع وصاروا ضباط بالضبط بالضبط رحمة الله لك هو هذا الواقع الواقع يجيب على سؤالك الواقع هو هذا يعني اكو جيش يحترم نفسه ويسمي نفسه جيش وطني يرضى بهذا الواقع نعم كنا نعرف ان اول انقلاب عسكري بالمنطقة بشرط الاوسط انقلاب بكر صدقي كانت ستة وثلاثين وثلاثة انقلابات متتالية نعم كل هدفها كل هاي الانقلابات كانت من اجل الوطن من اجل الشعب ثورات قاموا بثورات وليس انقلابات الجيش الحالي يرضى بهذا الوضع انه يحكم موظف ايراني انت ش تقول موظف ايراني يحكم البلد العراق انت هس سألت سؤال هل الجيش في العراق الجيش الحالي يرضى انه يحكم من قبل ايراني طيب صار 17 سنة على هذا الكلام انت شنو جوابك وار 17 سنة وطابين على سنة 18 من الاحتلال اش دتجاوب نفسك بهذا السؤال انا اقول لك اذا فعلا يريدون بناء مؤسسة عسكرية حقيقية ابعاد الميليشيات وضباط الدمج واعادة الخدمة العسكرية الالزامية اللي يدخل بيها اللي يشارك بيها بلف الوعدة الكردي والسني والشيعي والصابقي وكل شرائح المجتمع العراقي وضباط عراقيين حقيقيين حقيقيين ولازم عراقي عراقي اما وابا وجدا عراقي حقيقي مو عراقي عراقي راضع من غير مكان مو عراقي ولا الغير بلد مو بثل يا ريس ولا انبطاح وذل يعني اكو بهم ناس معروفين يعني ناس من غير ما نسميه ناس مو عراقيين غير عراقيين ايراني لكن يجيك واحد للأسف عراقي يسميناك عراقي وفعلا جنسية عراقية وفعلا يمكن اطلع عراقي لكن للأسف ولاء الغير بلد عزة الدولة في ذكرى الجيش العراقي كان يطلع يتكلم تأخر ما قلت شفته ماذي جيش ماذي وراء توفي توفي مات الله يرحم والله يرحم عفوا يا ابو محمد طيب عدنا علي من بغداد تفضل يا علي حياك الله علي حياك الله تحيو تعيش الله يسلمك حياك كل الهلة تفضل الله يبارك بك تفضل يا علي نعم الندوة عن الجيش العراق السابق والجيش العراق الحاضر صحيح الجيش العراق السابق ما يوجد الى مثيل بكل دول العربية نعم لانه خاض حروب نعم وابسط حروب حتى الجسر الجو اللي سواه المصر نعم بحروب سيناء اول جيش عربي هو يطب المطر نعم حروبنا مع ايران 8 سنوات اكبر دولة ما تتحملها نعم انا احد المشاركين بالبحيرة نعم بحيرة الاسماك المكاربة تتحملها نعم نعم عربي يشهد الله يشهد الله ما احد يقضب في دورنا بالوقت اللي تنت حضرتك تقاتل مع كثير من الشرفاء العراقيين في سبيل الدفاع عن العراق كان هادي العامري وغيره نور المالكي وغيره من ذول المليشيوين اليوم اللي يحكمون كانوا يقتلون ابناء الجيش العراقي واحد اسمح لي بس اكمل يا سيد علي كانوا يقتلون الضباط والجنود العراقيين اللي كانوا يدافعون عن بلدهم اليوم هم واكفين تحت شعار احنا عراقيين وانحيي الجيش العراقي ذول اش يعرفون عن الجيش العراقي وش يعرفون عن الوطنية وهم كانوا يقاتلون ضد ابناء بلدهم سيد علي أنا وياك أستاذ العديد أسمع دولك كدولة ما ألهم للعراق من خانك مرة خانك مرات لأنه كانوا يقاتلون على الساتر المعادي نحن نسمي الساتر المعادي وعلى بحيرة الأسماك بالضبط وقائد الفيلق كان ماهر عبد الرشيد نعم فشلون هل تريدين حبك ويواليك ما يواليك طيب سيد علي من بغداد أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة سأل السيد سعد من الكويت سؤال اللي هو كم معاش طبعا دي يسأل سؤال مقارنة شلون معاش الضباط أو شلون معاش الجيش السابق بأفراد ضباط ومنتسبين كجنود والجيش الحالي طبعا فرق من ناحية القيمة المادية اللي كانوا يحصلون عليها والرواتب أو المعاشات مثل ما يسموها بالكويت بالجيش السابق والجيش الحالي لكن هذا المبلغ إن كان بسيط في السابق لكن كان هناك امتيازات أخرى يتمتع بها العنصر المنظم ضمن المؤسسة العسكرية إن كانت من غذاء وتجهيزات وغيرها وإن كان لما يطلع يرجع إلى بيته يلقى بيته موجود بمادة غذائية تقدم شهريا إلى العائلة العراقية إلى كل فرد من أفراد العائلة اللي هي الحصة التموينية يعني راتب القليل وإن كان قليل لكن كان بيته وهو بالجبهة وهو دي قاتل وهو دي دافع عن بلده بيته مؤمن بحصة تموينية ومادة غذائية وغيرها والأهم من ذلك إنه كان يقاتل وفق عقيدة وهي الحب الوطن والدفاع عنها دفاع عن أهله شرفه أرضه وماله في المقابل بعد الاحتلال وإن كان الجندي يأخذ مليون دينار عراقي اللي هو تقريبا قبل لا يخفضون قيمة الدينار كانت عبارة عن 800 دولار وطبعا يتراوح هذا المبلغ من 800 ألف ويصعد حسب الرتبة والضابط وغيرها لكن ما الذي تقدمه هذه المؤسسة العسكرية بعد الاحتلال حتى لو كانت الرواتب عالية هل على الأقل يحللون الراتب اللي دي يأخذوه هل دي يدافعون عن الوطن هل دي يدافعون عن العراق أرضا وشعبا هل حموا الحدود من الإيرانيين من تجار المخدرات من التنظيمات الإرهابية من الفاسدين ليش تحولوا إلى مجموعة من الميليشيات القتلة اللي يبتزون العالم يعتقلون بدون أوامر قضائية ويخفون الناس وتعالي تريد تطلع ابنك تدفع فلوس يساومون البشر على أرواحهم على أبنائهم أصبحت هذه المؤسسة عبارة عن مجموعة من المنتفعين من ضباط ومنتسبيين يستغلون السلطة في سبيل تحقيق مآرب شخصية حزبية فئوية وطبعا هناك دوافع طائفية وأحقاد تحملها يحملها أشخاص كثر داخل هذه المؤسسة العسكرية المعاش مو قياس لشيء قد يكون قليل في السابق واليوم كثير لكن فرق بين المؤسستين والموضوع مرتبط بالنظام السابق نحن نتكلم عن الجيش العراقي من 1921 لغاية 2003 بحكومات مختلفة من عندنا؟ السيد ممتاز من رومانيا تفضل السيد ممتاز نص صوت التلفزيون لو سمحت حياك الله مساء النور وانت بالي بخير بس لو تنص صوت التلفزيون لو سمحت طبعا الحكام هسا الجايين كلهم هم إيرانيين أولهم المالكة مرتة إيرانية والفلوش اللي أخذوها من العراق كلها منقولة الأمريكة طيب لأنهم كانوا ضد العراق وهسا الجو يحكمون العراق وان سايرة هذه وحرب عراق وإيران إيران هي ضربتنا والله العظيم حتى أنا جنة بعدني كان عمري 14 سنة نعم أي عمري يعني خدم في الجيش سنة الأربع عثماني كان عمري 14 سنة كانوا يزبون ملاعيب وملاعيب ومدرشنو كلها بيها جرسو مات وبيها مدرشنو نعم والله والله ما حدي قاوم حرب العراقية الإيرانية ولا جيش أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة من العالم نعم الجيش العراقي الباصل البطل نعم ماكم مثل أصلا وهسا بعد الله يرحمه الشهيد صدام حسين بحده العراق وباعه العراق ونهبه العراق وخربه كله من البداية للنهاية من إجه النور المالك لحد الآن لحد الآن يعني هسا بيطلعون كلهم بالتلفزيون وباللهات سووا سووا بالعراق والشعب العراقي نعم وهم كانوا كانوا ضد من حزر الدعوة ومدرمين ومعظمين وانسا جايين يحكمون العراق باعوا للعراق للإيرانيين خليوا سوحون على نفسهم خليوا خجلون لولا الفاشدين والإرهابيين نعم خلوا خليوا شوفوا شوفوا العالم شون عايشة يا حكام نعم والحمد لله وشكري البارحة الخليج العربي توافقوا نعم وباكت الله على القمة ما العلاء شوية باكت تتحسن يتحسن الخليج العربي نعم وهسا يهدد منه الكاظمي مو يهدد يقول الأمريكان يطلعون ولكن الأمريكان تطلعوا ويراح العراق انتهى ولا هم دايبوقون النفط دايبوقون الدنيا كلها بس شوية شوية عشرة بالمئة لازمين طيب مول هالدرجة مول هالدرجة سيد ممتاز أنا أشكرك وصلت فكرتك شكرا جزيلا للمشاركة وطبعا نرجع ونقول مشاهدينا الكرام أنه الموضوع ما مرتبط ب لما نتكلم عن مقارنة ما بين الجيش السابق والجيش الحالي ما معناها الجيش السابق جيش النظام السابق لا نحن نتكلم عن الجيش العراقي منذ تأسيسه من 1921 لغاية 2003 اختلفت عليها الحكومات لكن تبقى المؤسسة العسكرية العراقية اللي مع اختلاف الحكومات ظل هدفها واحد وهو حماية العراق وحماية أبناء العراق المواطنين باختلاف طوائفهم وانتماءاتهم الفكرية والعقائدية وغيرها هذا البلد هو يقع تقع حمايته على عاتق المؤسسة العسكرية العراقية والأمن الداخلي على عاتق وزارة الداخلية وينتهي الموضوع لكن احنا نتكلم على انه بعد 2003 كيف اتغيرت هذه المؤسسة العسكرية واصبحت منبوذة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ناشطون واعلاميون طبعا اطلقوا اسم حمل عنوان عيد الجيش العراقي بهاي المناسبة مناسبة الذكرى المئوية لتأسيس هذه المؤسسة لكن التغريدات اللي حملتها او اللي حملها هذا الوسم كانت مختلفة وحقيقة ربما لم تتوقعها كثير من احزاب السلطة وحتى من قيادات ربما بالجيش وغيرها انه المغردون اللي غردوا وتفاعلوا بهذا الوسم هاجموا بشكل كبير الجيش وقالوا بانه هذا الجيش هو الذي كان يقتلنا اذا انت جيش الوطن ليش دا تدافع عن الفاسدين ليش دا تدافع عن القتلة ليش قتلت المتظاهرين بالشوارع ليش دهستهم بالسيارات جميل الشماري ارتكب مجزرة بمدينة الناصرية وبعده موجود بالخدمة والحكومة تنقل من مكان الى مكان رشيد فليح بالبصرة يبرر يبرر الانتهاكات اللي تصير على يد الميليشيات والاحزاب بالمحافظة يعني كقيادات امنية بشكل عام ان كان جيش او غير جيش فالقصد ان المؤسسة الامنية بالعراق العسكرية بضباط بمنتسبين طبعا هذا الموضوع لا يعني انه الكل احنا نتكلم عن دائما مبدأ العموم هو مبدأ ملغي وطبعا لا يستخدم لانه غير صحيح احنا نتكلم عن جزء كبير من هذه المؤسسة العسكرية من افراد منتسبين وضباط وطبعا الانتهاكات الخطيرة الامم المتحدة في الانتهاكات في العمليات العسكرية اللي صارت ضد داعش في المحافظات المنكوبة قالت بانه هناك انتهاكات كثيرة وقعت في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية جيش وغيرها اذا هو مشارك بانتهاكات كثيرة في المحافظات المنكوبة وغيرها طبعا من المحافظات العراقية الاخرى واساء عن طريق قيادات والافراد الى اسم المؤسسة العسكرية العراقية بهذه السياسات الخاطئة والنهج الخاطئ وطبعا بسبب التبعية والاوامر الاخرى التي يتلقاها التي بعيدة كل البعد عن الوطنية وعن المهنية احنا وصلنا مشاهدين الكرام الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة